برغم انتهاء العمليات العسكرية فيها إلا أن ناحية جرف الصخر شمالية بابل ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات المرتبطة بإيران وابرزها حزب الله والنجباء والخراسان والعصائب حيث ترفض هذه الميليشيات عودة أهلها من النازحين إليها وقد حولتها إلى مقرات ومخازن للسلاح وسجون كبيرة تديرها فرق الموت الخاصة حكومة الكاظمي ورغم إعلانها نيتها فرض هيبة الدولة وكبح جماح الميليشيات وإعادة النازحين إلى مناطقهم إلا أنها ما زالت تتجنب الحديث عن جرف الصخر بشكل واضح وحاسم مصادر صحفية في العراق أكدت أن الكاظمي شكل وفدا حكوميا من قيادات أمنية وعسكرية لبحث الوضع في جرف الصخر والتفاوض مع الميليشيات التي تسيطر على الناحية في محاولة لإقناع هذه الميليشيات بقبول عودة السكان إلى منازلهم الذين ما زالوا في معسكرات اللجوء منذ نحو ست سنوات حيث فشلت محاولات سابقة في أثناء حكومتي العباد وعبد المهدي بدعم من الأمم المتحدة وأطراف سياسية لإنهاء معاناة سكان جرف الصخر إذ يؤكد رئيس الحكومة السابق أياد علاوي في حديث سابق أن ملف جرف الصخر بات في أيدي القياد في حزب الله اللبناني محمد كوثراني وقيادة فيلق القدس الإيراني وقائده قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع هذا العام قرب مطار بغداد ويؤكد المراقبون أن جرف الصخر ملف إيراني بامتياز ولا أحد يجرؤ من الاقتراب منه أو مناقشته لأن هذه المدينة باتت معسكرات ومصانع للصواريخ طويلة المدى تابعة للحرس الثوري الإيراني ترجمة نانسي قنقر